كنت أقرأ في مقال ولعل البعض منكم كان يكون تابعوا في مقال لي واحدة من أكثر المجلات من أكثر المجلات السياسية رزانة وهمية في العالم وتسمى Foreign Policy وفورن بوليسي هي أو سياسة الدولية هذه المجلة كتبت مقال بقلم فرانسيسكو سيرانو وهو متخصص في شمال إفريقيا وشرق الأوسط كما وضع ووصل صاحب المقال إلى مقولة نعطيك ملخص صغير والجافيه أو المقال لمن يريد أن يطلع عليه أو المقال هنا لن يقدم لنا نحن كجزائريين وخاصة كجزائريين متابعين للأحداث لن يقدم لنا شيء لن يقدم لنا شيء لأن نعرف نعرف بلادنا حتى أحسن منهم يعني وبكثير لكن كونه أن العالم وبالمناسبة في هذه الأسبوع الأخيرة كتبت مقالات كثيرة جداً على الجزائر خاصة بعدما حدث معه بعد سفهات ماكرون وتهجماته وأيضاً قطيعة مع المغرب عندما أعلنت العصابة عن قضع العلاقات الدبلوماسية غلق المجال الجوي في وجه الطائرات العسكرية والمدنية والمسجلة في المغرب وإلى آخره وهذا التصعيد مع المغرب مع الأشقاء في المغرب وأنا قلتها ونعودها مهما كانت الخلافات والخصومات المفروض أن تحل بشكل سلمي بشكل دبلوماسي لكن هذا النظام هذه العصابة لا تبحث عن حلول تبحث عن أزمات لأنها تريد أن يشعر الشعب وأن تعيش الشعب الجزائري في خوف في رعب في أزمات في صراعات في خصومات خاصة مع الأشقاء في الوقت اللي العالم أجمع في الوقت اللي العالم أجمع يسعى إلى التعاون إلى التحالف لأن الصراعات كبرى أمريكا اليوم أمريكا وما أدراك ما أمريكا أخطر وأكبر إمبراطورية في تاريخ البشرية الجيش الأمريكي يتفوق عن عشرة جيوش تأتي بعده مع ذلك هذه أمريكا وكل ما لديها من قوة وهي لديها الربع يعني الولايات المتحدة البي بي تاحها الانتاج المحل تاحها هو تقريبا الربع ما ينتجه العالم مع أن عدد سكانهم أقل أو في حدود أربعة في المئة من سكان العالم وكل ما لديها من إمكانيات ما لديها من أسلحة ما لديها من نووي ما لديها من سواريخ بالغة الخطورة والأهمية في العالم ما لديها من طائب تبحث عن تحالفات تتحالف مع أستراليا وبريطانيا آخر تحالف لها الأوكس تتحالف مع كندا والمكسيك تتحالف مع مجموعة مع الهند واليابان وكوريا وفي تحالف معين في الأسيا تتحالف وتبحث عن حلفاء الصين تبحث عن حلفاء وهاي مجموعة شانغاي والتحالف فيها روسي صيني مع مجموعة دول أخرى الاتحاد الأوروبي يبحث عن الحلفاء ويسعى إلى القوة وخدمة وصناعة قوة عسكرية خاصة به بينما نحن أصلاً دول ضعيفة أقطار ضعيفة بلدان ضعيفة شعوب مستضعفة الناتج القومي الجزائري والمغربي كي تجمعهم تعرفوا كم يساوي فيه اثنين يعني ثمانين مليون مغاربة وجزائريين كي نجمعهم وخلينا نزدهم عامتوانسا والليبيين والموريطانيين كي نجمعهم كلهم كل هذه البلدان الخمسة الناتج القومي انتحق هو 2% من الناتج القومي الأمريكي 2% كل هذه البلدان الخمسة بلد مثل كوريا الجنوبية تقريباً تقريباً ثمان مرات كل الناتج القومي الكوريا الجنوبية يساوي حوالي ثمان مرات هذه البلدان الخمسة مع ذلك نفتت المفتت ونكسر المكسر ونهدم لمهدوم أصلاً والحقيقة أن يقع الإجرام من جانب العصابة أساساً لا أقول أن الأنظمة الأخرى في هذه البلدان ما فيهاش مشاكل سوى معاناً أو داخلية أو كل هذه الأنظمة ضعيفة أو تعبانة في وقع الأمر لكن إحنا رهم وصلوا إلى ما تحت القاع وصلوا إلى وضع كارثية وفي الوقت اللي المفروض نسعى إلى بناء اتحاد مغاربي بمئة مليون ساكن بحوالي ستة مليون ونصف كم مربع بثروات هائلة بموقع استراتيجي استثنائي يطل على المحيط الأطلسي ويطل على البحر المتوسط يعني لو أخذنا من درنا في ليبيا إلى نواديبو في موريطانيا أو طنجة في المغرب وهذا يعني من طنجة إلى نواديبو كم أكثر من حوالي ثلاثة أكثر من ثلاثة ألاف كيلومتر أكثر أكثر حوالي أربعة ألاف كيلومتر من شاطع البحر المتوسط أكثر حتى من أربعة ألاف كيلومتر إذا أضطنا لها المحيط الأطلسي ليطل عليه المغرب وموريطانيا آلاف أيضا من الكيلومترات على المحيط الأطلسي ناهيك على الموقع الاستراتيجي في غرب وشمال إفريقيا في مواجهة أوروبا على البحر المتوسط وتاريخ هذه المنطقة الثري مع ذلك مع ذلك شوفوا الضعف اللي رنى فيه والهوان اللي رنى فيه ومع ذلك يخرج لنا تبون ويتحدث كما شفته أول أمس وكأنه مراهق مراهقتا 15 سنة و16 سنة ما سيئة تربية حتى مش مراهق متربي اللي يحوس علينا يخرج لنا ومانيش عارفه كلام تعبط ديب فاقابون ديب فوايو إذن قلت هذا المقال وهو مقال طويل في الفورن بوليسي من فرانسيسكو ديرانو هذا اللي في الحقيقة شرح كما قلت لن يضيف لنا جديد نحن لكن بالنسبة للعالم الخارج اللي لا يعرف الجزائر إنما يقرأ هذا المقال في هذه المجلة المرموقة المعروفة عالميا اللي يتابعوها كبار الساسة وكبار دبلوماسيين وكبار صنع القرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في العالم قال لك هذا نظام متهالك نظام شيوخ عجزة نظام مش فاهم وش ره يصر في العالم نظام يهوي بالبلاد يفقر شعب يضعف الدولة يضعف الوطن كل هذا صحيح والحقيقة أننا نعرف أكثر من ذلك وأن الوضع أسوأ حتى مما كتب هذا الصحفي مرير كنا نتمنى أن نقرأ الجزائر من أن هناك اكتشافات علمية أننا صنعنا سواريخ وصلنا بها إلى القمر أو إلى المريخ أننا صنعنا دواءنا أننا ننتج قمحنا وحليبنا وأكلنا ولباسنا أن المياه لا تنقضي حتى على العاصمة على المدن الكبرى فما بالك بالمدن الصغرى أن الناس ما تموش من نقص الأكسيجين وما تموش من هذه المستشفيات الكارثية وأن فإذا بكل الأخبار القادمة وكل ما يكتب الآن هو أن هذا النظام الآن فيه تقريبا شبه إجماع في الساحة الدولية طبعا إذا استثنينا بعض ما يكتبه بعض الجهات المرتبطة بتركيا أو بروسيا أو بالصين اللي هي مستفيدة جدا الآن راكم تشوفوا العلاقات تكبر وتكبر مع تركيا مش كنتوا تقولون أن تركيا تركيا رأي تدعى في رشاد مش كنتوا تقولون هاد الكلام وين تبين ذلك من يدعم من شكل يدعم فيه تركيا اليوم العصابة اللي حاكمة في البلاد ولا رشاد مش كنتوا تقولون أن الحلف الأطلسي ويدخل على جزائر ومنش عارف إلى آخره من يفتح في المجالات من ثبت أن الأجواء الجزائرية مفتوحة للطائرات الحلف الأطلسي وخاصة الطائرات الفرنسية والأمريكية من؟ من يدعم الفرنسيين؟ اللهم إلا هذه الخصومة الأخيرة واللي تبون كما شفناه ما قدرش يربي كلمة على ماكرون حصلنا في وزير الداخلية دارمانون ومنش عارف القائمة أنتع سبعالاف وحبستم ما راحش حتى جبدله المفتع جده الحركي اللي كان يقتل في الجزائرين ويقول له أنت أقل شي كان قادر يقوله تبون لدارمانون لما ابتعد على ماكرون ورح لدارمانون وزير الداخلية الفرنسي يقول له اسمع أنت جدك اللي هو من أصول جزائرية جزائري راح قاتل مع الفرنسيس ولما اندلعت ثورة الجزائرية جاء من فرنسا يقاتل مع الفرنسيس ما قاله لوش ما قاله لوش رغم أن هذا دارمانون قبل أسبوع فقط راح يضع اسم شارع الفرنسيس ما قبلوه سكان المنطقة هذيك لما راح واضطر أنهم بعد قال لك يحطوا يخلوا اسم الشارع هو أصله ويكتبوا البرك التحت بللي هذا الشارع أيضا يسمى واكيد موسى واكيد ما كانش كان هناك رد واحد صحيح من تبون اللهم إلى قضية الكوابس تعال أمير عبدالقادر اللي ظهرت بعد أنها كارثة أخرى وقضية موتسي تونج موتسي تونج يكون يتخبط في القبر نتاعه إذا كان ما زال في القبر لما قولوا شيء معاكس تماما في حين أن موتسي تونج كان ينظر للثورة والثورة وهو قادر الثورة الصينية وانتصر الثورة الصينية وحكم سلسيل لمدة 26 سنة و27 سنة وكان ينظر للثورات وهي أن تكون مع القرى ومع الشعوب وأن الثورة تنتصر في إطارها الجماعي والاجتماعي إلى آخره جاتبون قال لنا ما يقولوه المعادين للثورات المخطيطين للمعارضين للمضادين للثورات اللي هو ما قال لك لازم تفرغ باش تقضي على الإرهاب لازم تفرغوا كما تفرغوا من حاوية تاعه أو مختوى الاجتماعي تاعه كما تفرغ الحوت من الماء نسب القول انتاع المعادين للثورات إلى موتسي تونج اللي كان قائد ثورة وقادها ونجح برغم كل ما عليه من ملاحظات خاصة بعد أن حكم الصين جاهل بكل المقييس فاشل بكل المعاني رديء بكل تصورات لكن تبون في الحقيقة هو رمز لهذا الخبث ولهذا الفشل اللي وصلت له البلاد وعلى ذكر رحنا نتكلم على هؤلاء دعوني نوري لكم مقطع مقطع ممكن يفيدكم نعم قبل قلت لكم نجيب لكم الملخص حتى كيفاش مكتوب ونسيت انتاع مجلة فرن بوليسي الملخص إذن المجلة تقول الجزائر بحاجة لثورة ثانية لثورة تحريض ثانية وهذه المرة ضد حكمها المسنين وفي آخر المقال يكتب الصحفي أن القادة العسكريين والسياسيين للجزائر عالقونها عالقون في صراعاتهم على السلطة ولم يسمحوا للبلاد من الاستفادة من ثرواتها ومواردها وموقعها الاستراتيجي في شمال إفريقيا والبحر العبيض المتوسط لقد عاقل جنرالات والجواسيس والساس المسنين هكذا سمهم الجنرالات والجواسيس إنهم يعرفون أنهم جواسيس جزء من الذين يحكمون البلاد جواسيس وسقسه عمار بالحمر عمار الخبار لقد عاقل جنرالات والجواسيس والساس المسنين من أنثال بوتفليقة الجزائر لفترة طويلة هكذا كان ختم مقاله